لازالت مستمرة الزيارة المكوكية إلى تركيا التي تقوم بها حكومة الصخيرات المنقسمة على نفسها إلى ثلاث جبهات جبهة يقودها السراج ومن معه وثانية بقيادة بشاغة وأخيرة تحت قيادة المشري كل منهم مستعد على أن يقدم تنزلات أو أن تمططيه تركيا أو غيرها في المقابل المكوث على كرسيه المتهالك المتأكل ومن هذه الزيارات زيارة رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري القيدي في حزب العدالة والبناء الإرهابي إلى تركيا وذلك للقاء بالرئيس أردغان ووزير الدفاع خلوص أكار ورئيس مجلس الأمة التركي مصطفى شنطوب وتأتي هذه الزيارة بعد زيارات قام بها كل من السراج وبشاغة من أجل ضمان مكانته في الحكومة غير الشرعية ومن أجل إظهار صفة رجل تركيا في ليبيا وبعد التهميش المتعمد للمشري ما لبث هو الآخر إلا أنهر ولا إلى تركيا لذات المغزى وذات السريرة الطرفان ناقشا بحسب المكتب الإعلامي للمشري آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا والمبادرة المطروحة لوقف إطلاق النار وفرص استئناف الحوار السياسي بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين تركيا وطرابلس زيارة تأتي في ظل الخلاف الموجود في أرويقة الصخيرات وكل منها تأتي لمآرب شخصية أما الوطن فليكن في نهاية قائمتهم هذا إن وجد وعن المواطن فلن يكون نصيبه من هذه الزيارات إلا مرتزقة سوريين وميليشيات بأسلحة فتاكة عليه أن يجابيها بصدر عارب علي الفايدي ليبيا الحدث